الحماية المدنية في سطيف قالت بأن عمليات الإخماد مستمرة هذا الخبر كان قبل ساعة في شريط العاجل على شروق نيوز عمليات الإخماد مستمرة في غابة وأحراش في نواحي بني غبولة بلدية عين لقراج دائرة بني ويرتيلان شمال غرب سطيف الحماية المدنية قالت بأن الحادثة أو الحريق بدأ في حدود منتصف النهار وسرعة الرياح ساهمت مثل في الطرف وغيرها في تأزيم الحادثة والطائرة الروسية تتدخل لأول مرة في عملية الإخماد الطائرة الروسية لجرى كلام كثير عنها وتحدثت وزير الداخلية أنها كانت معطلة ثم تدخلت في الطرف بعدها يعني يوم السبت اليوم أيضا كان في تصريحات مطيرة لانتباه لوالي ولاية الطرف حرفوش بن عرعار قال بأن ارتفاع ضحايا الحرائق ارتفع إلى 36 وفات هذه هي صور الندوة الصحفية التي عقدها ولي ولاية الطرف وقال بأن الحرائق اندلعت على مستوى الولاية خلفت 173 جاريح مشيرا إلى أنه خلال الفترة ما بين 17 و 21 أوت الجاري كان هناك ثماني وفيات على مستوى المستشفيات والمسؤول الأول في الولاية استغل هذه الندوة الصحفية للرد على الانتقادات الكبيرة التي طالته شخصيا وطالت السلطات المحلية في الطرف بخصوص أدائها في محاربة الحريق أو حتى في الاتصال بالمواطنين والضحايا قال مرينة بظروف صعبة وأنا رجل ميدان لا يمكنني أن أكون رجل صور هذا كلام الوالي ويعلم الله حسب الوالي أنني في 48 ساعة لم أنم إلا ساعة وربع فقط حسب ما قال والي ولاية الطرف وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل اليوم الاثنين أعلن عن توقيف شخص متهم بإدرام النار بإحدى غابات الولاية وإداعيه الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير ورئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني المقدم عبدالقادر بزيو قال اليوم الاثنين عن توقيف 13 مشتبه فيه بإدرام الحرائق التي شهدتها بعض ولاية شرق الوطن وقال المقدم بزيو في تصريح للقناة الإداعية الأولى بأن الموقفين يشتبه في تورطهم في الحرائق الأخيرة أربعة منهم أوقفوا في ولاية الطرف أربعة في ولاية باتنا إثنان في قسنطينا وموقوف واحد بكل من سكيكدا تلمسان جيجل تلمسان يعني في الغرب حتى ويجري التحقيق مع المتهمين بالتنسيق مع الجهات القضائية قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة من أجل الفصل في ملفاتهم سنتحدث عن كل هذا